مشاهديني الاعزاء اهلا معكم صورة سيد فيديو النهاردة فيديو عالسريع يلا بينا طيب فيديو عالسريع الساعة تلاتة الافجر بالليل بالسويتشيرتي بتاعي الجديد هتكلم معاكو في مهزلة مهزلة البلاك فرايدي ان انا محبش قول الكلمة دي طبعا فاحنا منسميها في مصر والد فرايدي عشان احنا الناس متدينين المهم بقى ايه هي المهزلة يسارة المهزلة ان انا اعجمني اول امبالح على موقع عجمني بوت كان مكتوب عليه بتسعين جنيه بدل تنمية جنيه ان قلت ايه ده البتهف كده هو معنى انا مش محتاجة بطاط بس ان انا اترعشت كده والبوت كان بقى باين على على الابليكيشن ان هو مفيش احسن منه وكده وبدأت ان انا ادور بقى على مقاسات اقول انا اجيب الا اربعين ولا الواحد اربعين اجيب واحد واربعين عشان يبقى مقاسي علشان لو طريق كبير احسن منطلع صغير والكلام ده المهم بقى ان انا اا فجأة كده اا فكرنا برضو احنا منطلب الابليكيشن احنا منطلب البوت اا فجأة كده ما معرفش يشقي ليه كده قالينا ايه انا حسن ان البوت ده حدا شعبية كده مش حلو اكيد يعني ايه مش فجأة حسيت نفسي في امريكا بقى بجد البلاك فريدي بقى اللي هو في يعني بيبقوا زي هناك هيعملو في مصري هنا وكده لا اكيد لا مش عارفة المهم ما طلبتش البوت وقلت انا استكفى بالبوت اللي سود الجميل اللي عندي ويه اا مش هفتري وخليه الغيري ويه ما طلبتهوش تاني يوم في جروب اسمو يستهل الكميونيتي حلوة قوي برضو عرفته المهم بقى ان انا لقيت بنت استنمت البوت وانا كان عاجبني بوتين هي بقى جابت البوتين يعني هي جابتهم بصوا مش عايز اقول لكم المنظر اللي انتو شايفينه ده وانتو شفتوا شكل البوت الاول يعني شايفين فرق بين ده وبين ده يعني ايه ده يعني مش عارفه بجد ماشي فنصحتي في الفيديو ده بقول لكم سمعوا من اختي قصارة مش اي حاجة هنجري عليها علشان انا حاسة ان احنا همشي في الشارع كل يوم جمعة هلاقي الناس وقفين طوابير على المحلات والمحلات اصلا هدحك علينا هتحط سير خمسين في المية وهيحطوا مثلا الحاجة كتبقوا خمسمائة جنيه اصلا هيحطوا عليها الف ونزلت لخمسمائة بعد الالف يعني سبحان الله فاهمين انت احنا بنحب اقو كلم الشطب اللي على السعر دي بنحبها جدا عامفين لو كتبين خمسمائة صريحة مش هنعبر الجزمة لكن احنا لو الجزمة مكتوب عليها سبعمائة وخمسين ونزلت لخمسمائة احنا هنعبرها هو احنا الشعب المصري كده يعني هم طبعا التجار عارفين والتجارة شطرة زي ما احنا عارفين بس احنا برضو خليناها شطرية دي اول نقطة تاني النقطة في عروض بقى في سوبر ماركت كارفور او سوبر ماركت مش عارف فاكر انه سوبر ماركت بس احنا حسنا هو كارفور يعني شايفين المنزر ده مم نزل ارش ارش طبعا فيه ناس كتيرها تشتنوا ومش واخدين بينهم من السعر الاساسي اصلا هو ارش واحد اللي نزل فانا مش عارفة بصراحة هو الويت فرايدي او بلاك فرايدي اللي عندنا في مصر ده عبارة عن ايه انا بفكر اعمل موقع وابيع اي حاجة كده كده عندي واكتب عليها خصم كده اشوف هادحك عن ناس اللي هعمل ايه بصراحة عشان انا مش عارف عايزة يعني اشغل دماغي شوية عشان انا مزنوقة في الفلوس الحبيتين دول ماشي حبيتين ايه يومين مشاكل يا عينة المهم بقى اا عايزة اتكلم معكم في ايه تاني عايزة اتكلم معاكو في الاول وفي الاخر البلاك فرايدي ده اول ويت فرايدي ده معمول بسبب معمول ان انا بقى محتاجة حاجة بحوش دول السنة عشان اجيب الحاجة دي ازا كانت اجهزة كهربائية او هدوم او اي حاجة لكن احنا للاسف عندنا مرض الشراء اللي هو يلا معايا اتنين جنيف جيبي انا هنزل اشوف بقى ايه هقطع الدنيا انا صحيح انا هقطع الدنيا فعلا يعني اللي بيحصل ده يا جماعة فاحنا عايزين برضو ان احنا نخلي بالنا ونبقى ناس عقلة كده ورزينة هات الحاجات اللي انت عايزها بس طب يصلا انت بتعبير لفيهات كتير عالقلوم انت بتشتري وبتشغيصي نفسك بقى وكده انت بتكلمي لأ الحاجات انا بعملها بعمل لكم لفيهات عنها دي انا بقى محوشة فلوسها من زمان علشان استلم بقى وابريكم حتى هتلاقوا في الفيديو كتعة وكتعة دلاتة اربعة كده علشان يعني انا هبقى متخلفة عقليا عندي كده هبل في دماغي لما انا اشتريت لبسي كتير انا اصلا ببنزلش كتير عشان الكورونا عشان انا بقش اشتغل وانا بخرجش اصلا كتير يعني ازوياتي خروجاتي كلها الدكتوري الاستاب مش عايز اتحكي جميل عشان مش عايز اقول لكم في ايه الحمد لله بس هو الفيديو خلاص عكده عشان انا اخدت بالي ان انا عاملة سناني ومش عايزة يلا اشوفكم الفيديوهات الجاية ويلا باي باي اشتركوا في القناة